مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من عربي ألماني أنا عامر واليوم الحلقة حلقة مع شخص معروف جدا بالوسط الألماني وتماما باللغة الألمانية شخص أخذ أكتر من يعني بصراحة ما لحب أقول أنا 20 أو 25 أو 30 جائزة عن الأعمال اللي عاملة بألمانيا ولكن أنا لح أترك طبعا رابط الموقع تابعه حتى إذا أنتم عندكم اهتمام تشوفوا الأشياء اللي وصل لها بألمانيا ضيفي أنا بالعادة بعرف عن ضيوفي من وين بيجوا هنا من وين البلد بيجوا منهم ولكن أنا لح أترك هذا الشي لضيفي لأنه التعريف عنه هو لحاله مسألة شائكة بالنسبة لكتير من الأشخاص فهذا الشي أنا لح أترك له إياه ولكن أنا بيشرفني كتير أني يكون عندي بعربي ألماني ضيف وصل لهذا الشي كله اللي وصل له بغض النظر عن الأراء وعن المعتقدات اللي هو بيعتقدها هو بالنهاية شخص عم يحاول يوصل للرسالة اللي هو مقتنع أنه هاي الرسالة الصحيحة اللي ممكن من خلاله مو بس البلد اللي هو بيعيش فيه اللي هو ألمانيا وإنما كل الناس على الكرة الأرضية يقدروا يوصلوا لمرحلة خلينا نقولي الوئام مع النفس وبحيث أنه يكون كل الجنسيات كل الأديان كل الأعراق يعيشوا بوئام مع بعضهم أحمد منصور أهلا وسهلا فيك في عربي ألماني سهلا فيك تفادي جدا أكون معك أنت أعطيتني إسا المسئولية أن أعرض نفسي أنت بتعمل حالك نويترال بس ممتاز شكرا على الدعوة بعرف أنه يعني الناس راحين يسمعوني راحين يأخذوا كتير بسرعة فكرة عني بطلب منهم بس أنهم يحاولوا يكونوا شوي أو يعطوني الفرصة أنه أعرض تفكيري تفكيري ومعتقداتي والأشياء اللي بشتغل فيها هي مو شي أنا بدي أفرضه عنها ستانيين فكرة اللي هي فكرتي بس هي فكرة اللي بتتعلق كمان اللي ممكن تمشي مع فكرة تانية موجودة يعني أنا اللي بدي إياه يصير نقاش بيني وبينك وبالآخر بجوز بيننا وبين المستمعين اللي يفكروا بالأشياء اللي أنا بحكيها مش لازم هم يوخدوا كل الأفكار تبعتي مش لازم هم يوافقوا معي بكل شي أنا مش موافق معهم بكتير أشياء بس إذا بدنا نحكي يعني كيف ممكن أن نعمل نقاش ديمقراطي حضاري اللي خليني أنا أتعلم من أسئلتك ومن أسئلة المستمعين وهم بممكن كمان أنه يعني ما بدي يتعلموا مني بس بدي أنه بجوز فكرة أو فكرتين تسبب لهم أنه يعدوا لدقيقة أو دقيقتين يفكروا بالموضوع يفكروا بالفكرة اللي أنا بدي أعرضها تمام عربي ألماني بودكاست لكل شخص بحب اللغة العربية والألمانية أحمد تخيل معي أنه أنت موجود حاليا بحفل شواء وبيجي شخص ما بيعرفك حابب يتعرف عليك كيف تتعرف عن حالك أحمد شخصيا واجتماعيا وعمليا من هو أحمد منصور؟ أول شي كإنسان كشخصية أنا مش إنسان اللي ممكن يوقف ويحكي شو أنا أو مين أنا يعني إذا حدا بسأني ممكن أجاوبه بس يعني أنت عرطني بشكل اللي ممكن أقول واو أحمد منصور ومش عارش شو أنا إنسان عادي مهاجر جيت على هذا البلد قبل 15 سنة على ألمانيا جيت لأسباب كتير مختلفة يعني من ناحية أساسية جيت أكمل تعليمي بس أنا ما كنت مبسوط في البلد اللي أنا كنت فيها ما كنت مبسوط من التطورات اللي صارت في هاي البلد ودورت على مستقبل أفضل يعني هذا الشيخ اللي فيه عندنا كتير أشياء مشتركة مع كتير عالم اللي موجودين اليوم بألمانيا من وصول عربية وإسلامية إحنا جينا هون لأنه بدنا لإنا ولأولادنا مستقبل أفضل لما جيت على ألمانيا بصراحة ما كنت معتقدة اللي راح أضلي هون يعني أنا كنت بدي دائما تحكي أهرب من ضغط الشغل اللي أنا كنت فيه من الانتفاضة اللي كانت موجودة من التفجيرات من الإرهاب من الأزمة من الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي وفكرت إنه أوكي باجي لكم سنة بتعلم أنا كنت حابة كتير أعمل لقب تاني في علم النفس كان شوي صعب إني أعمل هذا الإشي في البلاد لأنه شغل ومش شغل وين أروح وكم وقت ممكن أعطي لتعليم لقب تاني بعد ما بديت أنا أشتغل فعرفت إنه إذا أنا بدي أعمل إذا بدي حابب أكمل تعليم إلا ستم أعمل قط يعني ما بمشي إني أشتغل عشرين ساعة وأتعلم عشرين ساعة لا أنا بدي أجند كل الطاقة اللي عندي عشان التعليم وتركت 2004 لبلاد ونزلت في برلين بس اللي بدي أحكيه إنه أول أشهر لما أذكرها كان عندي خوف رهيب خوف رهيب إنه ما رح أنجح خوف رهيب من الغربة خوف رهيب من يعني أحكيها بالألماني أعتقد أنها كلمة إنترناشنال تراوما يعني أنا بالنسبة لإلي كنت أصحى بالليل ما أعرف أنام كنت خايف جدا وكان عندي كتير شعور حنين لأصحابي في البلاد لأهلي في البلاد للأكل تبع البلاد يعني أنا عشت من من دهائل لدهائل أهلي كانوا يبعثولي وحمص وفعتر وهيك أشياء بدأت تعلم بجامعة هومبولت في برلين علم نفس للقب تاني كان برضو شغلي اللي مش سهلي جدا يعني بتذكر أنا سمينار عملته وأعتقد بأول سمستر بالجامعة إنه بعد أسبوع وأسبوعين كان دوري إني أعمل زي ما تقول محاضرة صغيرة يسموه هاوس أبايت فوتراك محاضرة صغيرة عن موضوع معين جهازت حالي وقفت قدام الصف عشرين واحد وبدي أحكي عن نوع نوع علاج لمرض الشيزوفريني يعني أنواع الأدوية اللي موجودة انفسام شخصية انفسام شخصية ممتاز ما طلع من تمي ولا كلمي يعني كنت أحكي إنه أول علاج كان 1933 وإني أحكي 1900 كان بالنسبة لإلي مش ممكن بوفيسور تطلع علي يعني حاولت لغة مكسرة مش عارف شي حكيت هكي لي أحمد روح أتعلم لك كم شهر لغة وإرجع كمان مرة ما كان سهل بس كان عندي إرادة قوية أني أنجح أو أكتر كان عندي إرادة قوية أني ما أفشل لأنه لما أنت تسافر على بلد بره أنت ما بتسافر لحالك عندك في جهاز مخابرات قاعد في البلد اللي أنت جاي منها اللي براكبك كل دقيقة اللي بيحكي لأهلي إبني تعلم اللغة بأكثر وقت وإبني صار بده يخلص وإبني بده يشتغل وإبني بربح مش عارة قدهش تشتغل المقارنات المقارنات تشتغل مقارنات بالضبط بالضبط يعني كان عندي إرادة أني ما أفشل لأنه فشل يعني ما كان بيقاموصي بالمرة بهذه الفترة يعني بالنسبة لإلي فشل بتخبه بروح على الشارع بنام بالشارع بس ما ما برجع على البلاد بدون بدون طبعا شغلي اللي بتصير مع كتير للأسف كتير شباب عرب أجل تعلموا معي يعني اللي لاحظوا بعد خمس ست سنين إنه أوكي يعني الموضوع اللي عم بتعلم اللي مش راح أنجح فيه يعني لسه مش عارف أخلص أنا أول كورس أو أول سنة معيني صلي خمس ست سنين وهدول ناس اللي يعني أنا عندي يعني يعني عرفتهم وتعرفت عليهم يعني الشغلة مش بسيطة هدولا مش ناس اللي يعني طلعوا عشان هم يزعلوا أهلهم أو ينكسوا أهلهم بس ما نجحت معهم الشغلة يعني كانت ممكن تصير معي يعني كانت ممكن تصير مع أي بني آدم صارت مع كتير ناس مصبوط تعليم مشترا السؤال كيف إحنا كأهل أو كمجتمع عم نمشي مع فشل برضو إنه أوكي إنه أنا برجع على بلدي وبحكي لأبوي ولأهلي سوري أنا فشلت أنا فشلت في الموضوع بس ما فشلت كإنسان إحنا منعمم إحنا منصر نحكي آه فاشل طلع يتعلم منصر يحكو عنه بتعرف أنت كيف القال والكيل في المجتمع على أسف أحمد طيب أنت حكيت لي كيف أحمد وصل على ألمانيا وشو هدفك مين هو أحمد من وين بيجي أحمد وين عاش أحمد كيف أحمد وصل لمرحلة إنه هو حبي تعلم علم النفس ويعرف أكتر عن العقل البشري من وين إجت هاي الشغلات ونحنا بعد شوي كمال لح نجي للكتب اللي أنت كتبتها ولكن أولا حب أعرف مين هو أحمد بحكي لك ما في مشكلة بس أنا لا أعتقد أنه مهم من وين الإنسان بيجي أنا شخصيتي مش مبنية على قوميتي أو على ديني بس أنا كمليون سبعمائة ألف بني آدم من عرب إسرائيل يعني ناس اللي قصولهم فلسطينية مع قيام دولة إسرائيل 1948 أجراء كبيرة من هذه الدولة تحولت لقسم من إسرائيل كان فيه اتفاقيات هدنة مع الدول العربية اللي قسمت الدولة في غزة في الضفة الغربية اللي هي مناطق فلسطينية اللي كانت لحد 1967 مضبوط تاب على مصر وللأردن وبعد 1967 ضموا إسرائيل باحتلالها وأنا كنت من 1948 مش أنا يعني أهلي أجدادي 1948 قسم من دولة إسرائيل يعني أممتذكر أنا كتير كصص لجدي وجدتي اللي كانوا يحكوا عن أيام الحرب اللي جدي أعتقد حارب كمان حكال كتير عن معارك جدتي حكال كتير عن معارك اللي كانت تصير بلدنا كانت تضرب حسب حكي جدي وجدتي أعتقد كل واحد من أي بلد بيحكي هذا الموضوع أنه طير طير يعني طير المثلث كانت بلد اللي قومت كتير كتير وقت اللي ما كان سهل احتلالها جدتي بتحكي لأنه أبوي اللي ولد 1946 أول سنتين من حياته وكانت كل يوم تهرب فيه للجبال عشان تتخبها من القصف حرب خلصت 48 وبدت راح نحكي في جزء بأجزاء تاني عن التطبيع أما حسب رأيي حتى لو جدي وكتير ناس من عرب 48 ما كانوا بدوا بدأ إشي اسمه تطبيع يعني إشي تطبيع إنه مثلا كتير من مش كتير من الناس كل الناس اللي كانوا عايشين هناك أخذوا جنسيات إسرائيلية بدوا يشتغلوا داخل إسرائيل إحنا جايين من قرية اللي هي كليات تقريبا ناس اللي فلاحين كانوا يعني جد و جد شو اسم القرية الطيرة اليوم مش قرية اليوم مدينة مع اعتقد 23 ل 25 ألف بني آدم أما يعني أنا متذكر لما كنت أنا صغير يعني قرية يعني مع ناس اللي بتسافر على مركبات حمير أو حصان أغلب الناس تشتغل في الفلاحة كان عناتوت جوافة برتقال يعني ناس بسيطة ولكن أحمد كمان هو يعني صارت معه قصة بتخيل هي اللي صنعت أحمد اللي هلأ أنا عم بحكي معه ف أعتقد أنه هايذ الكثة كثم من أحمد بس مش كل أحمد يعني أنا كثم من حضارة أجدادي أنا كثم من الأشياء اللي أنا شفتها أنا كثم من المعلمين اللي علموني في المدارس أنا كثم من الأصحاب اللي صاحبتهم أنا كثم من التعليم اللي تعلمتوا بتلقابيب بالجامعة أنا كثم من الشغل اللي اشتغلتوا بإسرائيل وأنا كثم من الأشياء اللي مريت فيها في ألمانيا يعني زي ما حكيت لك أنا مش ممكن أقعد معاك هيك اليوم وأحكي معاك عن هيك موضوع مش ممكن أكتب كتب إذا كل الأشياء اللي أنا مريت فيها ما مريت فيها وطبعا أنا بعرف أنت تقصد شو أنا مريت بفترة اللي ما بدي أحكي عنها كانت سلبية لأنه طبعا أنا اليوم ضد التطرف أنا ضد الإخوان المسلمين بس أنا كنت جزء منهم ولو ما مريت بهذه الفترة لو ما تعرفت عن الناس اللي تعرفت عليهم في هذه الفترة كان ما كنت اليوم أنا الإنسان اللي أنا موجود في كث من الناس اللي بالأول ما كانوا مبسوطين أني تركت بعد فترة معينة هم لحد اليوم أصحابي يعني أحد أصدقاء الأعزاء اللي موجود اليوم للأسف في كندا كبرت معاه تطرفت معاه هو بقي في هذا في هذا التفكير أعتقد أنه ما في موضوع واحد النفس الرأي بس يعني هم مش عدوي وهو ما بيشوفني كعدو وبناقشني بخالفني الرأي بس ممكن أن يكون كمان صداقة مع هيك عالم حتى لو أنا مختلف معهم في كتير كتير مواضيع بس أنا اتعرفت على إمام اللي كان كمان جاري اللي أنا بحترمه بشكل فضيع يعني إنسان الأخطر علي للأسف توفق قبل فترة هو إنسان اللي أثر علي جدا اللي كان كمان معلم بالمدرسة دعاني لأتعلم تجويد أو الترتيل خلينا نحكي في المسجد كانت فترة اللي كنت ممبسوط في حياتي كان عندي تخوف كتير كبير أني ما أنجح بالمدرسة كان عندي تنمر يعني من كتير ناس اللي كانوا موجودين بصفي ما كنت لعب فطبول مليح كنت جاي من عائلة اللي هي يعني نسبيا فقير العائلة الثانية دي كانت موجود بالصف كانت فترة مش بسيطة وكانت فترة اللي ما بعرف ليش أما شغلة التعرف على الدين اللي كانت بالنسبة لعائلة شخصيا شغلة اللي اللي بس جدي يعني اللي علاقة فيها لانو بروح يوم الجمعة على المسجد وبيصلي مرات في البيت لما نكون نلعب فطبول وبتعصبر لما الفطبول ييجي عليه ويصلي يعني ما كان إلى علاقة يعني كنا مسلمين كنا نصوم بس من ناحية التدين ما كان موجود يعني أغلب النساء كمان في المجتمعنا ما كانت تلبس على روس أعتقد انه بسورية ومناطق ثانية بالثمانينات ما كان شي مختلف بس وجدت شي في هذا النوع من التدين اللي حلل لي كتير مشاكل نفسية كنت أمر فيها يعني أول شي لقيت أصحاب أصحاب لقيت شغل اللي ممكن أنا أختلف مها مع أهلي أهلي ما كانوا مبسطين ما كانوا بدهم أن نروح على هذا المسجد كانوا يعرفوا يعني لأي إديولوجية هذا الإمام موجود الإخوان المسلمين والدعوة الإسلامية أيامها كانت كتير ناس كانوا يرفضوا بس بجوز هذا الرفض والإش اللي خلي هذا الشغل بالنسبة حلو يعني أنا عم بعمل تمرد على أهلي عم بروح بطريق تاني عم بش طريق أنا اخترتها كمان تعلمت كتير يعني أو مرة بقعد بسمع يعني أحاديث وآيات قرآنية اللي ما كانت معروفة يعني في كتير كتير أشياء اللي شفتها كأشي حلو كتير بحياة اللي صار يعني بعد عدة أشهر من الترتيل وتعليم القرآن بدينا طبعا لما تكون تقريبا كل يوم بالمسجد تتعرف على الناس تانيين كان إمام يعني كان شاب أعتقد أكبر منها بكم سنة اللي دعانا نحضر دروسه ومش بس دروس الترتيل ومن تعلم دين إسلامي صار شغلة شغلة إديولوجي زي ما حكيت لك هذا قسم من حياتي هذا قسم من البيوغرافيا تبعت هذا قسم من الأشياء اللي أنا مريت فيها بحياتي بعد ما خلصت مدرسي نجحت في الكالوريا أعتقد بتسموه أنتو بالعربي حبيت أتعلم حبيت أتعلم علم نفس هاي معنو خصوصا أبي كان بده أتعلم تمريد لأنه بالنسبة لأيام أول التسعينات يعني علم النفس ما أحد بروح عليه ومش مطلوب ومش راح علىك الشغل وهيكي تعلمت ثاني تمريد وحسيت أنه أنا ما بقدر أشوف دم وما بشوف مرضى وقررت أنه أغير وبدت تعلم في تل أبي بعلم نفس تعليم علم النفس غير كتير في تفكير أحمد أحمد شو شي اللي جذبك أو اللي دفعك أنك تقول أنا حابب مع أني أنا عم لقي الإشباع الذاتي وعم لقي الناس اللي عم تقول أحمد برابو عليك أنت عم تقوم بالمصليين أنت تعطي دروس دينية للناس الناس كلها تشير لك وتقول هذا هو المسلم الصحيح وما إلى هنالك يعني أنت عم تأخذ هاي الدفعة المعنوية الكبيرة من الناس ومع هيك أنت قلت أنا بدال ما روح أدرس الإسلام مثلا قلت أنا أدرس علم النفس شو شي يعني اللي دفعك لهذا الشي كتير أشياء أول شغلي إنه كان معلم اللي ما كان متدين كان معلم بالمدرس الثانوية اللي كان علمنا عربي حصيت إنه واو هذا إشي كتير يعني ممكن إنه يجرب ني لإله ثاني إشي إنه حتى الإمام أو القائد تبعنا بالبلد طلب مننا اللي كنا كتير من ناح بالمدرس إن نروح نتعلم يعني طلب من واحد إنه يطلع على بريطانيا يتعلم موضوع إنه حكى إنه التعليم مهم جدا يعني ما كان في الحركة الإسلامية عالم اللي تحكي لك لازم نتعلم بس دين إسلامي وكل الأشياء التانية مش مهم لهم كان يعني الإديولوجية تبعت الحركة الإسلامية تبعت الإخوان المسلمين لحد اليوم في كل الدول العربية إنه إحنا لازم نندمج في كل المجالات لازم نتعلم طب سياسي لازم نتعلم علم نفس نتعلم كل شي وطلبوا مني يعني كمساعد للدين أو للحركة إنه أطلع أتعلم ما حكون إيش أتعلم بس كان أكيد يعني لازم أتعلم وبدت يعني حبيت تعلم علم نفس وطبعا علم النفس تتعلم بجامعة بتالقبيب بلد اللي كتير كتير إلها أشياء مشابهة لبرلين أو لفرنسا أو لباريس اليوم يعني كتير غربية كتير منفتحة فيها عالم كتير مختلف من يعني شغلة الدين ما ما بتأثر عليها بديت طبعا تعرف نفس اللي يعني يعني يهود للأسف أنا دورت أول يوم بتجامعة على عرب اللي بتعلم وعلم نفس بس ما لقيت فأول يوم بني سبيل حكيت أوكي أنا إسا عدة ثلاثة سنين لازم أتعامل مع هدول العالم اللي آه كنت أشوفهم كنت أشتغل معهم بس بالنسبة للي ولا مرة كان عنا لقاء اللي هو على نفس المستوى يعني يعني بالنسبة للي كانوا هم دائما المعلمين تبعي أو جندي اللي بيقول لي يعطيني هويتك لما يشوفني أو هيك بس ولا مرة كنت معهم نفس المجال يعني ستودنت وستودنت هالتعرف غير كتير سبب لي أني أبدأ أفكر لأنه شفت أنه كتير صور اللي أنا أخدتها من عائلتي أنا أخدتها من المسجد أنا أخدتها من الكتب أنا أخدتها حتى من المدرسة لا تناسب الناس اللي أنا أتعرف عليهم يعني تعرفت عن ناس اللي كتير ساعدون يعني بالنسبة للي يعني اللغة العبرية ما كانت لغة الأم يعني كنت لازم أتعلمها كان لازم يكون عندي ناس اللي يساعدوني لقيتهم اللي يشربوا معي قهوة اللي ممكن نحكي حتى بالسياسي مش لازم كنت يعني أوافقهم بأي شي بدت أقرأ كتب اللي مختلفة عن صحيح البخاري أو كتب دينية أخرى كتب اللي بتحكي عن مكيافيلي عن نيتشي عن فرويد يعني أشياء بالنسبة للي كانت جديدة جدا اللي سببتلي أن أبدأ أفكر وطريقة التعليم في جامعة تل أبيب ما كانت طريقة التعليم اللي يحكي لك أوكي اقرأ الكتاب الفلاني وبقرأ بسألك عنه يعني بالنسبة للي كان أول مرة بحياتي اللي بروفسور بيجي على الجامعة وبيحكي لك هاي شي معين جملة معينة تكتب لعية فيها أوكي شو بده مني كيف لازم أكتبه رأية رأيك أنت كيف أنت حاسس كيف أنت يعني أول مرة لقيت طريقة التعليم اللي بتقول فك ما بدي ياك تكتب لي إش بص ما بدي إياك تكتب لي شو أنت قررت بدي تكتب لي رأيك على اللي أنت قررت هذا كان مسهل بس وطبعا كان عمر 19 ثاني شاب يعني في تل أبيب في بلد غربية أنت سألت قبلها السؤال إنه شو اللي سبب لي أنه أترك أو أنه أبدأ أفكر مع إنه كنت محبوب وكان عندي تسأل أي بني آدم متدين أو كان متدين إذا كان عنده مشاكل مع نفسه في تدينه وراح تشوف أنه كل بني آدم حتى الناس اللي بيسمعونا كل إنسان اللي بيحاول يعيش بشكل متدين عنده صراعات داخلية يومية عنده صراع يقوم الصبح أو يظل نايم عنده صراع يطلع على البنة أو ما يطلع عليها عنده صراع كيف يمشي مع القوة الجنسية اللي موجودة فيه عنده صراع بتعامله مع العالم بتعامله مع أهله الدين كدين مش بس الدين الإسلامي بتطلب من الإسلام من الإنسان أنه يمشي ضد غريزيات موجودة في نفسه عشان هيك لما تحكي مع كثير متدينين بيحكولك يعني أنه أنا أهزم نفسي النفس أمارة بالسوء بس لما أنا تعلمت وروحت على الجامعة حسيت أنه أنك تحاول أنك تحارب نفسك هذه معركة أنت خسرانها يعني 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 ممكن أنك تعمل لنفسك صورة بالخارج أنك متدين ومش عارف شو أما بداخلك أنت بتعرف لما تكون أنت لحالك شو بتصير معك وشو بتسوي وشو بتفكر وكيف تمشي مع ناس تانيين يعني هذا الصراع موجود وأنا قررت بعد كتير كتير قراءات وبعد كتير كتير نقاشات وكان حاسس أن هذا الشغلي شغلي قابي وشغلي بتناسبني وممكن تطورني فأنا تركت كل التطرف ما تركت الدين أنا تركت التطرف ومشيت في الطريق اللي كتير أشياء فيها طيب أحمد اللي بدي أصله أنا كمان هو الشي اللي أنت عم تعمله شو عم يعمل أحمد هلا بألمانيا يعني هلا نحنا بلشنا معك بأحمد اللي وصل على ألمانيا بعدين أحمد اللي رجع على رجعنا كمان بالزمن لعمر 13 سنة وهلا شو عم يعمل أحمد بعمر العشرين سنة الاشي الحلو بشغلي أو بحياتي إنه ما بعمل شي واحد يعني بعمل مثلا لقاف كنت في محاضرة مع الكوفرسورية من الحزب الحاكم الحزب الCDO بكتب كتب بكتب مقالات جرايد بس أكتر وقتي هو في شركة أقمتها اللي اسمها Mind Prevention اللي بتعمل مشاريع مع ولايات في ألمانيا اللي هي ضد ضد التطرف مع ضد التطرف مع الديمقراطية كيف ممكن مثلا الشباب السوريين أو الشباب اللي موجودين في بالكومن كلاس نسموها يعني شباب جدا جايين على شو المشاكل اللي بواجهوها كيف ممكن نحل هاي المشاكل عندي مشاريع في سجون في ألمانيا اللي نشتغل فيها مع مع كتير ناس كمان من أصول إسلامية ضد التطرف الديني نشتغل مع ناس اللي رجعوا من داعش أو من قاعدة أو حاولوا يعملوا أشياء إرهابية هون في ألمانيا عندي مشاريع مع مختصين نفسيين اللي للأسف من 2015 لحد اليوم عم بواجهوا مشكلة كبيرة جدا جدا مع المهاجرين اللي طبعا عندهم مشاكل نفسية بسبب اللي تعرضوا في الحروب اللي صار معهم كيف ممكن الواحد يفهمهم أكتر كيف الواحد ممكن أنه يساعدهم بفترة قصيرة لأنه مش كل واحد بعرف شي عن المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي وعن مشاكل اللي ممكن يسببها طريقة تربية معينة عندي مشاريع مع السياسيين اللي بتتعلق في كيف ممكن يكون الاندماج في المجتمع الألماني شو يعني اندماج كيف ممكن نبني خطط عمل الدمج المهاجرين كيف ممكن نعمل خطط عمل أنه المدارس اللي موجودة عنا بألمانيا تكون مدارس اللي مش متعلم ألماني وعرب ألماني وإنجليزي ورياضيات وما إلى هنا لتكون مدارس تكون مدارس اللي ممكن واحد برضو يحكي فيها عن قيام تبع المجتمع يبني فيها مجالات لمنقاش يحكي عن منين هو جاي شو هو مر يعني كتير كتير مواضيع اللي بتتعلق في كل مجال التطرف خلينا نحكي أكتر إيجابيا بمجال الاندماج والديموقراطي تمام هذا اللي بشتغله واو يعني مثل ما انت قلت أول شيء أول سؤال يعني بأول إجابة أنه أنت ما بتشتغل شغلة واحدة وأنها بتشتغل أكتر من شغلة يعني أنت كاتب لأكتر من ثلاثة أو أربع كتب وكتابك الجديد اللي نزل اللي هو ضد التطرف ضد الإرهاب وضد السامية لا ضد العنصرية عنصرية تماما ضد اللاثامية وضد القراهية القراهية تماما فهدون يعني هدون الأشياء بتفتح المجال طبعا في عندك كتاب اسمه كمان جيل الله وفي عندك كمان كتاب اللي هو اسمه كلاتيكس و انتغراتيون او يعني أنه كلام واضح للاندماج بمعنى بالترجمة الحرفية للعربي ويعني ويعني انت شخص مهتم جدا بموضوع اللاسامية بالتطرف الديني بغض النظر عن الدين ان كان اي دين كان وكمان بيهمك كتير موضوع توصف حالك بخمس صفات بك راحي كافيلي أنا ذي اللي رايح على الشغل ولي بدي سكب لك بالشغل بيقول لك يحكي لي شو الأشياء الإيجابية والسلبية فيك نعم بس انت فاجأتني فاجأتني لعني ما اوكي انا انسان بخاف كتير يعني 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 أنا لما أركب السيارة او أمشي بشوف كيف الأشياء السلبية اللي ممكن تصير بالطريق يعني بشوفها قدام عني انا بخاف على عيلتي انا بخاف على حالي انا بخاف من كل شي يعني انا انسان خوفي ثانيا انا انسان ما بتقبل لا يعني انا لقيت بألمانيا ناس كتير اللي طلبت منهم اشياء وحكولي لا يعني مؤسسات خليليني حكي مش بني قادمين ولا مرة تقبلت اللا ولا مرة يعني انا ممكن وصارت معي اني كتبت ل ميركل مكتوب وطلبت ان التقي معها اول اول مكتوب ما احد ارد عليه تاني مكتوب قولي انه لا مش ممكن وانا ضلت احاول تمانا التقيت معها لانه كان عندي شغلة بدي احكيلها اياها وكان مهم لاني احكيلها اياها انا كنت بدي اكون كسم من المؤتمر الاسلامي لسه ما كان لاربع خمس سنين بالمانيا لما تأسس هذا الموضوع في وزارة الداخلية طلبت ما وافقوا طلبت كمان مرة ما وافقوا كتبت مقال بهدلتم فيها بالمرة الرابعة وافقوا يعني انا احمد احنا انا بدي تعمل هذا وهذا لا انا اتعلمت بالحياة اذا بدي اعمل شي انا لازم اضل احاول فيه انا ما بطلع على تحت انا بطلع على فوق يعني انا عندي احلام معينة اللي بالنسبة للي كتير كتير مهم للي حسب رأيها باقين طاق قين قوي لان بقى من كل ما الانسان عنده رسالة معينة ما رايح يوقف عن الحياة لحتى ما يوصل هذا الرسالة فأنا عندي خطط خمسية وعشرية وعشرين سنة لقدام اللي حاب لو وصل ما بعرف اذا ممكن راح يكون ناجح او مش ناجح اما بالنسبة للي الطريق هي الاهم من اني اوصل لهذا الشغل انا انسان كتير بيتي انا ما بحب اطلع يعني انا بالنسبة للي التقي باصحاب وهيك شغل متعبة يعني انا بالنسبة للي اوصل البيت الظهر او العصر واطبخ وقعد في البيت هذا صفة اخيرة بحب الاكل كتير خصنا الاكل الفلسطيني تعرف شو انا بدي اترجم لك الهجرة طبعتي الهجرة تبعتي ممكن اترجمها ب احكي لك شغل كتير شخصي انا من يوم ما جيت للمانيا لحد اليوم بدور في المانيا على طعم بلادي ولسه ما لقيته شغلة التانية اللي لاحظت في اخر فترة حسب رأييها الشغلة بتواجه كتير كتير عالم انا لاحظت انه انه لما يكون عندي كوابيس هذه الكوابيس ولا مرة بتكون بألمانيا دائما هالكوابيس بتكون في البلد اللي ولدت فيه فيه كتير عالم تسألني بأحلم بالألماني ولا بأحلم بالعربي أنا ما بحكي بأحلامي ولا مرة عرفت إذا بحكي عربي ولا ألماني أتجوز ألماني بحكي بالبيت ألماني يعني لغة الألمانية كتير كتير مهمة بس برضو بالنسبة لإلي بتضلها بتضلو مش معروف لشو بحلم بس بعرف وبعرف الأحلام الإيجابية بتصير كتير كتير بألمانيا والأحلام السربية بتصير كتير كتير في البلد اللي ولدت منها ليش ما بعرف حتى كمختص نفسي ما بقدر أحكي لك بس حسب رأيي وهذا الدعوة للناس اللي موجودين هون الهجرة شغلة مش بسيطة إنك تغير المكان اللي انت انولدت فيه اللي انت عاشت فيه سنين وتيجي لمحل تاني بغير كتير بالشخصية وفي كتير كتير ناس خصصا بالجول الأول مش راح توصل ممكن توصل جسديا بس مش راح توصل نفسيا الجيل التاني بوصل الجيل التالت بوصل بس إحنا راح نظن عايشتين في في أفكار وأحلام وأشياء مرنا فيها هذا الكلام اللي انت قلته يعني كلام كتير عميق وأنا حاب أجله لحلقة تانية يعني خاصة أنه هل ممكن أنه الجيل الأول يوصل وهل ممكن كلمة اندماج تحقق بمية بالمية أو هل موجودة أساسا هاي الكلمة اللي هي اندماج ولا هي من محد الخيال فلذلك أنا يعني حاب أجل هذا لحلقات ثانية ولكن اللي استهباني من الأشياء اللي وصفت حالك فيها أنه قلت أنت شخص بتخاف ولي بشوف الشي اللي أنت عملته بألمانيا والأشياء اللي أنت بتحاورها يقول أنه هذا الشخص مستغني عن حياته يعني أنت أبدا ما بتخاف بصراحة يعني بسبب التهديدات مع الأسف اللي بتجيك يعني فبهي الشغلة يعني بالنسبة لهي الشغلة يعني أنت فبتخيل أنه أنت ممكن تكون بتخاف بمخيلتك ولكن الشي اللي عم تعمله أبدا ما بيارجينا أنت شخص بتخاف طيب أحمد شو بتحب تقول لأحمد اللي عاش بفلسطين خلينا نرجع خمس خمستعش أو خلينا نقول اللي عاش بفلسطين مولي راحلة الأبيب وإنما اللي كان بفلسطين اللي كان متطرف وكان خلينا نقول متطرف ديني شو بتحب تقوله ولا شي أنا بدي أنا بدي أراقبه وأنا ممكن أني كتير أتعاطف معه في كتير أشياء بس أنا بدي يعمل التجربة اللي هو عملها ما بدي يعني إذا مثلا عندي هسا شو بسموه هذه ممكن أرجع بالزمن فيها وأحاول أغير أشياء ما راح أغير شي أنا حكيت لك أنا مش كتير مبسوط من الأشياء اللي أنا عملها بس يكسم مني لو أني ما مريت فيها مش راح أكون معك اليوم وأحكي معك عشان هيك راح أتطلع عليه ممكن أن أحكي له دير باك حالك بس مش راح أغير شي منه لو تحكي لي عن أحمد اللي كان كبل ما يصير التطرف اللي كان مش كتير مبسوط اللي كان خايف اللي كان خلي نحكي مكتئب لهذا الأحمد بدي أحكي المستقبل أفضل لا تيأس حتى لو أيامها ما كان عندي قيمة نفسية يعني أني يعني حتى كتير أيام بمر بشغلات معينة اللي بحكي بحكي لأحمد اللي عمره 13 ثانية أو 12 ثانية أنه واو يعني هذا الشغل ما كنت أحلم حتى بأحلامي لما أبعد كتير 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 أني ممكن أني أوصلها يعني أنا حلمي كبير كان أخلص البكالوريا أني أتعلم وأني أشتغل ويبك أحلامي ما بعدت كتير يعني حتى وين أنا اليوم أبعد من كتير ملايين الكيلومترات من الأشياء اللي كنت أنا أحلام فيها وانا في البلاد عشان هيك بحكي كمان شغلة بجوز عام للكل ألمانيا تختلف عن كتير بلاد أنه بقطيك الإمكاني الشغلة مش راح تكون سهلة أما ممكن في هال طيب أحمد شو هي الجملة اللي بتقول لك أنا هيك بحب بعبر عنها لهي الحالة وقت الدنيا بتضلم هل تدوش هل تدوش كيف ترجم كيف بدك تترجم معاي خليك صامد أي و هل تدوش يا خليك صامد تمام تمام حلو كتير في نهاية كل مقابلة أنا بحب أعطي الموبايل السحري لكل ضيوفي الموبايل السحري فيه خاصية يعني مميزة جدا أنه فيك تبعت من خلاله رسالة SMS لكل شخص على الكرة الأرضية لكل شخص موجود على الكرة الأرضية وبغض النظر عن اللغة اللي هو بيتكلم فيها لحيادر يفهم الرسالة اللي انت حتبعتها بسطر واحد بجملة واحدة شو ممكن تبعت لكل شخص موجود على الكرة الأرضية السلام هو الحل السلام هو الحل أنا بتشكرك من كل ألبي على وقتك يعني وأنه بالأخير من نجحة المقابلة وقدرنا وقدرنا نعملها يعني مع الضغط اللي صار عندك باتبار أنه كتابك الجديد كمان تصله فترة صغيرة نازل والمقابلات اللي عم تعملها والمشاريع وما إلى هنالك فأنا بتشكرك كتير من ألبي أحمد منصور على المقابلة وشكرا كتير على وقتك وعالأفكار اللي عطيتنا سهل كمان واحد للاقي معك موعد أنا كتير سعيد إن أعملت هالتتجربة معك للمرة الأول خلينا نحكي يعني بالعربي بمواضيع اللي أنا بحكي فيها عالتاً بلغة ألمانية كتير أنا لقيت لاجئين ومهاجرين في المجالات العمل اللي بشتغل فيها بس يعني أونلاين ما كان لتجارب كبيرة فشكرا أنك اخترتني و في هالأيام لازم نحكي الكل يظلوا سليم وأنه يبانع نفسنا وأنه يكون إن شاء الله أوقات أفضل في الأشهر القريبة كورونا ورطنا أنه المسألة مش مسألة دين ولا مسألة قومية كل عائلتنا بنفس القارب كل عائلتنا عن نفس المشاكل فنتألم نتأمل أنه كورونا وحل مشكلة كورونا يقربنا كإنسان لبعض في كل العالم إن شاء الله شكرا كتير بتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم وبتمنى من كل قلبي أنه شعار القرار اللي هو منفتح الأفق يكون وصلكم وأنتم تقدروا تفكروا بالكلام اللي قاله أحمد كمان بطريقة منفتحة كرمان نقدر نوصل لنقاش موضوعي سليم ما يكون فيه أي شيء من السلبية بتشكركم من كل قلبي موضوعي موضوعي سلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر